السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم متابعيني جميعا على قناة كل يوم موقع جديد وفيديو إن شاء الله النهاردة جديد ومفيد على قناتنا وعودة مرة أخرى إلى كنفا وميزة جديدة ممتازة جدا حتنفعها كفحاجات كتير جدا وهي متعلقة بالترانسسكريبشن حتفيد ناس كتير حبة أنها تستخدم النص كسبتايتل حبة أنها تستخدم النص عشان تعمله ترانسليشن وتستخدمه بشكل أو بآخر حبة أنها تستخدم أيضا النص كسبتايتل لكورس كل الكلام ده تقدر أنك أنت تعمله لك أنت تخيل بقى أنت معيك النص اللي هو كان من شوية أوديو والموضوع ده بيتعامل بشكل سهل وبسيط جدا داخل كنفا حنشوف الميزة دي مع بعض النهاردة من خلال الأبليكيشن الجديد اللي حنتكلم عنه هو ترانسسكريب أوديو وحنشوف حنستخدمه إزاي حاجة بس مهمة حب أن أنا أتكلم عنها ممكن ما ينفعش مع كل التمبلتس اللي أنت بتستخدمها يعني أنا عملت كده تست بسيط دخلت على الدوكس لما جيت أعمل سيرش عن الأب ما ظهر ليش وأنا باستخدم الدوكس دلوقتي أنا باستخدمه على البريزنتيشن تيمبلت وفيه كمان التمبلتس التانية كتيرة جدا استخدمتها عليه عشان كده بس حبيت إن أنا أقول لك الملحوظة الصغيرة دي علشان لو أنت بتستخدم الدوكس ولما تيجي تعمل سيرش في الأب وما تلاقيش الأبليكيشن اللي هو ترانسسكريب أوديو يبقى المشكلة مش في الأب هو المشكلة إن هو مش بيظهر مع التمبلت ده يلا بينا نشوف مع بعض إزاي حنستخدم ترانسسكريب أوديو حبتزي أروح لكامبا وافتح التمبلت بتاعتي هنا هي بريزنتيشن وأبتزي أروح للأبليكيشنز من هنا علشان أدور على الأبليكيشن بتاعي أو التطبيق بتاعي اللي حستخدمه داخل كامبا حكت ترانسسكريب أوديو هدوس عليه بالمنظر ده حيبتدي إن هو يظهر معي هو ده هدوس عليه حيبتدي إن هو يقول لي إيه حيقول لي upload your audio file أي ملف صوت حبتدي إن أنا أرفعه لا الملفات اللي بيكون فيها extension mp3 wav m4a ogg هي دي الفورمات اللي هو بيسابورتها أو بيدعمها كمان الجميل فيه إن هو بيدعم اللغة العربية ودي حاجة مميزة جدا كمان السبب الأساسي اللي خلاني إن أنا أطلع أتكلم عنه حبتدي إن أنا أرفع الملف بتاعي اللي أنا عايزة أعمله transcribe أو أحوله إلى text فيه برضو نقطة مهمة لازم أقولها ما ينفعش إن ملف الأوديو بتاعك يكون بيحتوي على أغاني أو sound effects أو أي حاجة من الحاجات دي لازم يكون صوت فدي نقطة تانية لازم إن أنا كنت أأكد عليها يلا بينا نرفع الملف بتاعنا ونحول ده ملف أوديو حبتدي إن أنا أعمله transcribe your audio طبعا يفضل إن أنت تكون مستخدم اللغة العربية الفصحة أو إن أنت الكلام اللي بتقوله يكون واضح يعني ما يكونش الكلام غريب شوية لإن هو بيستخدم الدكاءة الاصطناعي في عملية transcription هنا زي ما إحنا شايفين آدي الترانسكرايب بتاعي بالمنظر ده هخلي بس من المليمين للشمال بالمنظر ده كده وهنا شهر رمضان المبارك يأتي محملا بالفرح والبهجة والتأمل ومعه تظهر التحديات هنا كان الأوديو باللغة العربية زي ما إنتوا شايفين فعطيهولي بمنتهى الوضوح والأخطاء في تكاد تكون منعدمة لو إنت استخدمت صوتك حاول إن أنت تستخدم صوتك يكون واضح المخارج الحروف واضحة طبعا لو استخدمت اللغة العربية الفصحة حيكون أفضل ده أكيد حيكون أفضل لو أي أوديو بأي لغة تانية أيضا تقدر تعمل معاها الموضوع ده تاني حاجة عايزة أورهالك وقولك ممكن تستفيد بعد كده في إيه إن أنا لو وقفت كده على التكست بتاعي بالمنظر ده كده ورحت للتلات نقط واخترت translate ترجم لي التكست ده أنا ممكن أترجمه لأي لغة فممكن أسلكت اللانجويش اللي أنا عايزة أترجمه لها فممكن أترجمه مثلا هنا للغة الإنجليزية على سبيل المثال وهنا بيقول لي select text from current page زي ما أنا عاملة مختارة التكست من الpage نختار إن أنت بتعمل presentation وعايز إن أنت تترجم لي لغة أخرى ممكن تعمل translate الpage كلها يختار لك الpage كلها لو فيها أكتر من text وممكن إن أنت تختار فقط التكست اللي أنت عايز تترجمه بعد كده حبتدي إن أنا أقوله translate حيبتدي إن هو يترجمه لي حنشوف حيامل إيه هنا هو ترجمه لي شلي التكست القديم وحط التكست الجديد اللي بلغة الإنجليزية زي ما إحنا شايفين ودي حاجة ممتازة جدا قام بعملية الترجمة بمنتهى السهولة وفي وقت صغير طبعا كلما كان الأوديو أطول بالتأكيد هياخد وقت أكبر ولكن مش وقت كبير أوي ده بالنسبة لترانسسكرايب أوديو الميزة الرائعة من كنفا وتتوالى إبداعات كنفا في الأبليكيشنز الجديدة اللي ممكن تستخدم من خلالها أتمنى تكونوا استفدتم من فيديو النهاردة على قناة كل يوم موقع جديد والناس اللي كانت بتسأني على التفريغ الصوتي ومواقع للتفريغ الصوتي أنا استعرضت أدوات من قبل ودلوقتي تقدر تستخدم كنفا في عملية التفريغ الصوتي زي ما إحنا شايفين في بعض الأحيان ممكن تكون عايز تعمل بوست وتكون أنت مسجل أوديو معين معين فتستخدم جزء من الأوديو ده في عملية الكريات البوست اللي أنت عايز تعملها عن طريق أن أنت تفرغه وتاخده الجزء اللي أنت عايزه تستخدمه كسبتايتل زي ما اتكلمنا في أول الفيديو وهكذا زي ما أقول لكم في نهاية كل الفيديو أتمنى كل اللي بنقدمه على قناة كل يوم موقع جديد يكون بيفيدكم أتمنى مشاركة المحتوى بتاعنا مع الأشخاص المهتمين بنفس المحتوى اللي إحنا بنقدمه ده أكيد بيشجعنا وبيدعمنا وبيحفزنا على أن إحنا دايما نتواصل في تقديم كل ما هو جديد ومفيد بشكل كل متابعين الأعزاء اللي دايما بنقدمونا الدعم والتحفيز والتشجيع بكلماتهم الطيبة بشكرهم جزيلا زي ما أقول لك في نهاية كل فيديو متنساش تعمل سابسكرايب لقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد لو بتشوفنا لأول مرة ولو كنت من متابعين الأعزاء بتنساش اللايك والشير والكومنت دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته